بسم الله الرحمن الرحيم و أهلاً و سهلاً بحضراتكم و حلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون مع حضراتكم كل يوم سبت يحكى أن بوسائل التواصل الخاصة بيه بتسعد جداً بالتواصل مع حضراتكم حيحنا بيسعدنا فعلاً التواصل مع حضراتكم و بيسعدنا أكتر إبداء الرأي اللي حضراتكم بتقولوه في حلقاتنا الجديدة اللي بدأناها الحمد لله من الأسبوع اللي فات سعداء جداً جداً بآراءكم حوالين وتعليقاتكم عن الشكل الجديد اللي بقت عليه الحلقات بنشكركم و بنقول لكم أرجوكم استمروا في هذا التواصل و مش بس تقولوا رأيكم لكن كمان شاركونا في إعداد محتوى الحلقات بإنكم تطلبوا مننا الموضوعات اللي إحنا أو اللي إنتوا تحبوا إن إحنا نتكلم فيها هنبدأ حلقتنا النهاردة بموضوع عن أخطاء التربية وأسئلة سألناها للناس في الشارع و على صفحتنا على الفيسبوك هل في حاجة اسمها أخطاء التربية؟ يعني في حاجة كده أصلاً اسمها أخطاء تربية؟ هل إحنا بنربي أطفالنا بنفس الطريقة اللي تربينا بيها؟ طب إيه هي الحاجة الغلط اللي كانت في تربيتنا؟ وبنحاول قدر المستطاع إن إحنا نتجنبها أو نصححها في تربيتنا لأطفالنا ويطرح كاية إن إحنا نكون أصدقاء لأولادنا ده كلام نظري ولا ممكن يكون حقيقي تعالوا نشوف الناس ردت على الأسئلة دي إزاي في تقريرنا من الشارع وهنرجع لحضرتكم في يحكى أنا أكيد في أخطاء في التربية لأن كل منا يعني بيربي زي ما تربوا حتى لو بيحاول يشوف الطرق الحديثة في التربية بس برضو في عندنا اللي هي جزء من العادات والتقاليد والمورسات اللي إحنا بنعملها حتى من غير ما نوصد مع أولادنا فأكيد بيكون في أخطاء آه طبعاً في أخطاء تربية كتير منها مثلاً إن الأباهات ما بيبقوش قريبين من ولدهم بيبقى مشغولين في حياتهم والشغل والحياة العملية عمتهم تبقى واخداهم قوي ما بيبقوش قريبين من ولدهم فده بيعمل فجوة وده بيخليهم عرضة أكتر إن هما يكونوا يعني أي حد يبقى قريب منهم ممكن يكون يدرهم أو غلط أو لهم لصحاب الفسدة وهكذا أكيد في أخطاء تربية إحنا كلنا بنمر أخطاء تربية إحنا برضو في حاجات متربين عليها غلط فإحنا برضو شعندين الخبرة الكافية إن إحنا نعلم أولادنا الصح إيه الأم عليها الأساس في التربية في البيت والأب بيساعدها لو أخطأت الأم الأب لازم يعالج الموضوع ولو أب هما الاتنين مع بعض لا هما عندهم الجرأة أكتر إن هما يعني في الحوار وكده لا إحنا زمان لا ما كانش فيه جرأة إن أنا يعني أرد على والدي أو والدتي صديقة اللي بنتها بالذات وإنتي نزلت عملت إيه؟ إنتي روحت فين؟ إنتي جبت إيه؟ ما عكبهاش؟ لا إنتي عملت كده غلط لو قررت الغلط أبقى عكبها ما قررتش الغلط يبقى خلاص لازم يبقى موجود بس طبعاً هيبقى فيه فجوة بسبب فرق السن إن فيه فرق أجيال ما بين ده وما بين ده فهما لازم يحاولوا يقربوا ويتعلموا الجيل ده ماشي إزاي علشان يداروا يتكلموا معايا ويفهموا بعض ده يفهم كل طرف يفهم التاني كويس عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض حتى الطفل أو الولد يتقبل النصيحة من بابا أو من مامته فكرة النفاع عن الأب والأم وأصحاب الولدهم دي فكرة هيلة جداً النفاع عن الطفل بينشأ في بيئة أسرة كويسة فيها تفاهم من الاثنين معايشة لو فيه اختلاف بين الزوج والزوجة لا أنا هسمع كلام ماما لا أنا هقول لي ماما لا هقول لي بابا فهتلاقي في الشاتف في القراء لا لما يكون الاثنين متفقين على حاجة معينة في تابع الأولاد ويتشاركوا مع بعضهم ولعبوا مع بعضهم وتفسحوا أو حتى لو حتى وجوه أسري بيلعبوا بلاستيشن بالفقعة بترفيزهم مع بعض أي نصاب بيعملوا مع بعضهم رياضة ده كله بينامي مهات التفل بالنسبة لي أنا شايفة كده أيها ربيتهم زي ما أنا تربيت بالزبط زي ما أنا تربيت زي ما أنا تربيت أيالي وبنتي وولادي الأربعة وأنا ربيتهم زي ما أنا تربيت بالزبط لازم أعرف كل حاجة عن أولادي لو فيه أي مشكلة معهم ولا حاجة لازم تحكي مثلاً لموتهم لأبوهم بتاع كده يعني لا طبعاً فيه طبعاً أجيال غير الأجيال وكده بس طبعاً هما ثلاث صبيان وربيتهم برضو وتخرجوا من الكليات وكده طبعاً بتعلمهم على المبادئ وبتعلمهم على الاحترام الكبير وماشي مع الشباب التانية دي لأ وكده والحمد لله ربنا كرمني وتربوا حلوا والحمد لله كلهم خرجين وتجوزوا وخلفوا الحمد لله اللي ترى الحديثة دلوقتي غير الأول طبعاً يعني دلوقتي الجيلة اللي احنا فيه دلوقتي غير الأول اللي احنا كنا متربين عليه طبعاً فدلوقتي طبعاً هما متعودين على التلفونيات والإنترنت والحاجات دي وبتاعها زي ما نحن ما كانش عندنا الحاجات دي ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أن علشان نعلق على أول موضوع من موضوعاتنا في حلقة النهاردة وهو عن أخطاء التربية والأسئلة اللي سألناها لحضراتكم الحقيقة أن أخطاء التربية يعني المصطلح ده موجود فعلاً فيه حاجة اسمها أخطاء التربية التربية عملية يعني عملية تقبل الخطأ وتقبل الصواب وفيه كتير قوي بيفتكروا أنها يعني عملية كده بتمشي لوحدها والحقيقة أن فيها أخطاء تربية فيها أخطاء كتير وفيه منها اللي كلنا عارفين أنها غلط يعني زي مثلاً الضرب وزي الإهانة اللفظية وزي التمادي أو المغلاف العقاب كل دي على فكرة أخطاء في التربية وزي عارفين إيه كمان تحميل الطفل فوق طاقته وغيرها وغيرها من الأخطاء اللي احنا مش متصورين أصلاً أو على الأقل قطاع مننا مش متصورين أنها أخطاء يعني فيه نوع تاني كمان من الأخطاء زي مثلاً كبت الطفل المشاعر ونحنا نخلي الطفل يجبت مشاعره المختلفة ما يعبرش عنه بما في ذلك مشاعر الغضب على فكرة ومنعه من التعبير عن أي نوع من أنواع المشاعر اللي احنا مش راضين عنها أو إن احنا مثلاً نتسبب في اهتزاز شخصية الطفل بحرمانه من أبسط حقوق الاختيار في الأكل في اللبس وهكذا كل دي من أخطاء التربية أقول لكم كمان حتى الإفراط في الاهتمام بالطفل إننا يعني ندلعه زيادة مثلاً دي برضو من أخطاء التربية والحقيقة وبحسب الدراسات النفسية وأنا تلوقتي بجاوب على الأسئلة بتاع التقرير بالدور يعني فيه أخطاء تربية قدينا سمعنا آه وفيه أخطاء عارفين إنه أخطاء وفيه أخطاء مش متصورين إنه أخطاء زي ما سمعته كده الدراسات النفسية بتقول إن نسبة الناس اللي بيمرسوا نفس أساليب التربية أو أساليب تربية شبه اللي هم تربوا بيها نسبة كبيرة جداً هتفجأوا دلوقتي بالنسبة حتى لو ادعى ناس كتير قوي غير كده يعني فيه ناس يقولوا إيه لا طبعاً إحنا بنربي ولادنا بقى بطريعة مختلفة وبتاع لكن الحقيقة نسبة الناس اللي بيربوا ولادهم بطريقة تكاد تكون ممثلة للطريقة اللي هم تربوا بيها بتوصل لأكتر من سبعين في المية مش بس كده الأغرب من كده إن فيه آباء وأمهات كتير قوي بيكونوا وعيين تماماً لبعض الأخطاء اللي كانت بتتعمل معاهم وهم صغرين يعني لما الأباء والأمهات دول كانوا صغرين وكانت بتضيقهم جداً ومع ذلك لما الزمن عدى وهم بقى بقوا أباء وأمهات هم نفسهم بقوا يرجعوا ويكرروا نفس الأخطاء دي تاني بحاجة كتيرة قوي زي مثلاً كلمة شهيرة كده هقولكو مثلاً يعني كلكو دلوقتي هتكونوا بتقولوه وتتحكو اللي هو كلمة إيه ما كلنا تضربنا وإحنا صغيرين يعني وما حصلناش حاج ما هو مين قال إن ما حصلناش حاج مين قال إن اللي تضرب هو صغير ما حصلوش حاج لأ حصلو حصلو حاجات كتيرة في الدراسة وفي طريقته في الحياة وفي طريقته في اتخاذ القرارات وطريقته في التعامل مع المشكلات اللي بيواجهها وحتى في الاختيارات اللي حواليه لازم يا جماعة نكون مقتنعين إن أساس عملية التربية مش بس في إطاعة الأوامر خلوا بالكو قوي لأن في ناس ملخصين التربية في إنه بلادنا يسمعوا كلام لا ما هو كلام ده اللي هو يعني الأوامر اللي هو ما تعملش ويعملوا كده لا التربية مش بس إطاعة أوامر لكن هي عبارة عن زرع المفاهيم والقيم الحقيقية في نفوس أطفالنا القيم الحقيقية وجوهر عملية التربية النجحة بيقوم على مبادئ التجربة المحسوبة والخطأ والتصحيح فيما يعرف بالتعليم والتعلوم نيجي بقى لنقطة اللي هو حكاية العقاب ما فيه ناس يقولوا طب يعني لما يغلطوا أولادنا ما بنعقبهمش لا فيه حاجة أسمع العقاب المعنوي وفيه حاجة أسمع العقاب النفسي وفيه حاجة أسمع العقاب المادي وفيه حاجة أسمع العقاب الموضوعي طب إيه هما؟ العقاب المعنوي مثلا يعني اللي هو أول حاجة هو إن إحنا نبتدي نفهم الطفل أو نظهر للطفل إن ناس بيحبهم زي بابا زي جدته زي خاله زي خالته متضايقين منه عشان هو عمل الغلطة الفلانية طبعا بخلاف إن أنا كمامته أو أنا كبابا متضايق ده اسمه العقاب المعنوي العقاب النفسي إيه؟ العقاب النفسي إن أنا أفهم الطفل ودي طبعا في مرحلة عمرية أكبر وخلي بالنا إن إحنا ما نتمداش فيها إن أنا فاهم الطفل الآثار السيئة للخطأ اللي عمله يعني شفت مثلا الغلطة اللي أنت عملتها دي خلتني إن أنا أرجع عمسح تاني الأرض بعد ما كنت نضفتها وأنا تعبانة الأم مثلا ممكن تقوله كده أو شفت مثلا الحاجة للكسرت دي دي بابا زعلان عليها جدا لإنك أتغلي عليه بدون مغالاة بس بنفاهم الطفل الأثر النفسي للخطأ وده بيسموه العقاب النفسي وما تفتكروش إن الموضوع ما بيفرقش مع الطفل حتى لو أبدى ليكم تعبير كده بالوجه إنه هو يعني مش فاهم أو إنه مش فارق معاه لكن هو الكلام بيستوعبه كويس قوي عشان كده بقول لكم ده نوع من العقاب بيمارس على الأطفال اللي هو فوق سن الأربع سنين العقاب المادي هو إن أنا أربط الخطأ بتاع الطفل بإن أنا مثلا أحرمه من حاجة معينة بيحبها مثلا زي لعبة يعني أقوله أنت بتلعب اللعبة دي لا خلاص طالما أنت عملت الغلطة دي وأنا نبهتك عليها أكتر من مرة يبقى إحنا هنشيل اللعبة دي مش هنلعب بيها مثلا النهاردة أو مش هنلعب بيها لمدة ساعتين أو مش مدة ثلاث ساعات فاهمين قصدي؟ يبقى ده اسمه العقاب المادي مش العقاب المادي يعني فلوس لا العقاب المادي إن أنا ربطت هنا الخطأ بحرمان الطفل من شيء مادي هو كان هيعمله وبيتبسط به طيب أمال إيه العقاب الموضوعي؟ العقاب الموضوعي بقى بيبقى أكبر برضو فكرة الحاجة اللي الطفل بيحبها وكان مثلا ينوي إن هو يعملها وما تخافوش إنه كتمرسوا هذا النوع من العقاب وما تقولوش هيصعبه علينا في الآخر يعني مثلا كنا نويين ننزل نروح المشوار الفلاني لتيتة مثلا أو نشتري حاجات أو نروح نلعب أو كده لا هذا الأمر مش ملغي بس هذا الأمر مؤجل هنا العقاب الموضوعي يعني إيه موضوعي بقى؟ بنشرح للطفل علاقة هذا الإجراء اللي إحنا بناخده بالخطأ اللي هو عمله بس خدتوا بالكوا إن أنا قلت فيه شرط أن يكون هناك تنبيه متكرر للطفل بعدم الوقوع في هذا الخطأ أو بمعنى دخلق عدم الوقوع دي كلمة مش موضوعية أو مش كلمة سليمة عدم ارتكاب هذا الخطأ عن عمد مرة تانية ليه؟ لأن كتير أهم الأطفال بيستخدموا الذاكرة قصيرة المدى وده طبع طبعا عمرهم القصير فبالتالي تكرار الأخطاء من الأطفال ده مش معناها أن الطفل ده مش متربي لا ببساطة في سببين السبب الأولاني أن الزاكرة اللي بيستخدمها الأطفال تحت سن خمس سنوات هي الزاكرة قصيرة المدى يعني هو بيبقى فاكر الحاجات الأساسية بابا ومامته وجدته وألعابه إنما غير كده هو مش فاكر إنك قلتيله ما تحطش الكباية دي في الحتة دي لا دي اسمها الزاكرة قصيرة المدى هو في ساعتها فتك إنما بعد أسبوع ممكن ما يعملش التعليمات اللي أنت قلتيها دي تمام؟ دي أول حاجة إن الزاكرة قصيرة المدى تاني حاجة ودي الأخطر إن إحنا أحيانا لما الخطأ بيحصل ما بنشرحش إيه هو الخطأ والأطفال ما بتفهمش ضمنا أقول لكم حاجة يعني مثلا الطفل دلوقتي في حاجة وقعت فهو وهو صغير لو تفتكروا كان جزء من ألعابه إيه وبعد سن السنة مثلا إنه بنقعده كده وبنجيب له علبة ولا جردل ولا بتاع بلاستيك وبنجيب له الحاجات ويروحه ومطلعها مثلا ويروح قلبه فنروح إحنا لمنها أو يمسك الحاجة يرميها فإحنا نجيبها له وكان في الوقت ده بندحك لأن إحنا بنعلمه وبنلعبه فلما الطفل بيجبر شوية هو لسه مش فاهم إن رمي الشيء ده غلط أو إن تطويح الشيء ده غلط فعشان كده أنتوا لازم لازم تشرحه أقول لكم مثل تاني يعني مثلا لما الطفل يبقى رايح ناحية شباك أو رايح ناحية فيشة كهربا مثل شهير قوي نقوم إيه إيه ده أنت رايح فينه وبدأه نروح شايلينه خلاص؟ إحنا كده بنفتكر إن عملنا عملية التربية لا المفروض نشرح طبعا بنشيل الطفل عن مصدر بنبعده يعني عن مصدر الخطر بس بنشرح للطفل ده إحنا بنعمل كده ليه؟ بنقوله إن الكهربا دي خطر الكهربا دي ممكن تعورنا الكهربا دي ممكن تأزينا الشباك ده غلط ما ينفعش إنه أقف فيه لوحدنا وهكذا يعني بكرر مرة تانية نشرح للطفل علشان يرتبط هذا الشرح أو هذا الفهم بمفهوم اللي إحنا لسه قيلينه التعليم بالتعلم هو مش هيتعلم حاجة من غير ما إحنا نعلم هاله إحنا بنفتكر إن الأطفال فهمة كده كده هو فاهم لوحده إنه مثلا وهو بيجري لما خبط في الطبق اللي إنتي حطه قدامك وحطه فيه خضار وبتاعه فالطبق ده وقع هو بالنسبة له كان بيجري وكدت انتي من فترة قصيرة قوي فرحانة به لما تعلم المشي وبتجري وراه كمان وهو يبصلك ويدحك وهكذا فهمتوا قصدي؟ إنما لما الطفل بيجبر لازم إحنا كمان نكبر مستوى الشرح ونكبر مستوى التفهيم اللي بنعمله لطفلنا ده كان أول موضوع عندنا النهاردة وعن أخطاء التربية وأخيرا آخر سؤالة ألف التقرير ده هنبأجله لحلقات تانية هنعمل عن المراهقة إن شاء الله حكاية إن إحنا ننفع نبقى أصحاب لأولادنا طبعا المقصود هنا هو السن الأكبر شوية اللي هو مرحلة ما قبل سن المراهقة مباشرة أو سن المراهقة لأن قبل كده لا ما ينفعش يبقى طفل أو طفل عندهم سبع سنين وست سنين ويقول أصحنا صحاب لا فيه فرق ما بين إن إحنا فيه بيننا ألفة كبيرة جدا أو إن إحنا نفاهم الطفل إن الصداقة بالمفهوم اللي إحنا بنرفع فيها الكلفة زي ما بعض الناس بتتعمل أو بتعمل دلوقتي هنطلع للفاصل ونرجع نكمل معاكم يحكى أنه ما زال متواصل ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أنه وبفكركم إن كل اللي إحنا قلناه سواء دلوقتي أو في حلقاتنا السابقة موجود ومتوفر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قناتنا على اليوتيوب ارجعوا له هتستفيدوا وقولوا رأيكم وقولوا أسئلتكم سامويل جاكسون وده مش الممثل الأمريكي الأصمر الشهير لكن هو المفكر والأديب الإنجليزي الشهير برضو جدا هو الحقيقة من موليد 18 سبتمبر عام 1709 وبحسب قاموس إكسفورد للسيارة الذاتية قال القاموس ده أنه أكثر الشخصيات تميزا في التاريخ الإنجليزي يعني تخيلوا بقى التاريخ الإنجليزي بكل الشخصيات التاريخية اللي فيه دي من ملوك وأدباء ويعني ها قالوا أن سامويل جاكسون ده أهم شخصي سامويل جاكسون قال كان بيقول رأيه يعني في حاجات كتير فمن ضمن الحاجات دي كان بيقول رأيه في مرض الجوديري المائي أو التشيكين بوكس يعني وقال أن جوديري المائي ده اتسمى كده لعدم وجود ضرر كبير من هذا المرض وتاريخيا برضو قيل أن سبب تسمية مرض الجوديري المائي بإسمه الإنجليزي بقى اللي هو تشيكين بوكس أنه بيتميز بطفح جلدي يشبه نقر الدجاج يعني مطرح الدجاج كده بيعمل علامات برجلية يعني أو بمنقار لكن الحقيقة بقى علميا ونفسيا أن الأمهات والأباء ما يهمهمش خالص سبب التسمية دي أو مين وصفها سواء كان بالعربي أو بالإنجليزي لكن المهم بنسبة لهم إيه؟ أنهم يعرفوا معلومات مهمة عن الجوديري المائي أو التشيكين بوكس وده اللي بدعوكم أنكم تتابعوه في الفيديو جراف التالي الجوديري المائي أو التشيكين بوكس واحد من أكتر أمراض الطفولة انتشاراً هو مرض معدي جداً عشان كده سريع الانتشار وبتحصل العدوى فيه بسبب فيروس فارسالة وبينتقل عن طريق الرزاز الإصابة بيه ممكن تحصل طول السنة لكن أغلب الحالات بتظهر في الجزء الأخير من فصل الشتاء وخلال فصل الربيع طب إيه هي أعراض الجوديري المائي؟ بيبدأ بظهور بثور أو فقاعات على الجسم أكترها في مناطق الظهر والبطن وبتزيد بسرعة خلال ثلاث أيام مع رغبة كبيرة في الهرش وارتفاع للحرارة في اليوم الأول والثنين وشفافة وبواهد سائل أبيض أو أصفر بعدها بتتحول لقشور صغيرة بتقع لوحدها وبيستعيد الجلد حالته الطبيعية في خلال أسبوع خلي بالك أنه بعد تعرض الطفل للفيروس المسبب للجوديري المائي بتبدأ البثور في الظهور بعد عشر أيام لواحد وعشرين يوم وبيفضل الطفل معدي لأي حد بيخلطه لغاية ما البثور دي بتنشف وتأشر الأعراض بتشمل كمان ارتفاع الحرارة لأكتر من 38.9 درجة مئوية في أعراض تانية شديدة الخطورة ممكن تظهر في حالات ندرة نتيجة العلاج الخاطئ زي التشنجات ودي تندرج تحت مسمى متلازم تراي أو التهاب الدماغ خلي بالك برضو أن العلاج لازم يتم تحت إشراف طبي كامل وعادة ما بيسبش مضاعفات كبيرة لو تم علاجه بدري الدكتور في الغالب بيكتفي بخفضات الحرارة وكريمات ترطيب الجلد لتقليل الهرش لكن في ممنوعات لازم نبعد عنها خلال الإصابة بالكدري زي الأسبرين أو أي مركب بيحتوي على السليسيلات في العلاج كمان ممنوع استخدام مركبات الكورتيزون في العلاج أخيراً الجدري بيجي للإنسان مرة واحدة في العمر وليه تطعيم ممكن ياخده الطفل ما بين عمر سنة وسنة ونص بشرط ما يكونش مصاب بضعف المناعة ورجعنا لحضراتكم وبشكر كل زملائي وكل فريق العمل على الشغل الجميل اللي تقدم دلوقتي والحقيقة أننا لنا بقى تعليقات إضافية معلومات إضافية غير اللي تقالت في الفيديو جراف التطعيم بتاع الجدري المائي أو ضد الجدري المائي ليس من التطعيمات الإجبارية أو التطعيمات الإلزامية أو التطعيمات الأساسية لا هو تطعيم إضافي وبيكون على فكرة ما بين عمر سنة وسنة ونص المعلومة المهمة أوي أنه لازم يكون فيه فاصل زمني مدته شهر بين إيه بقى؟ بين التطعيم الخاص بالجدري المائي ده إذا الطفل خده يعني لأنه إحنا اتفقنا أنه تطعيم إضافي وبين التطعيم الثلاثي أو التطعيم ضد الثلاثي الفيروسي اللي هو الـ MMR اللي هو ضد الميزلز والمامس والروبيلة اللي هو الحزبة والتهاب الغدى النكافية والحزبة الألمانية واللي الطفل بقى لازم ياخده والأول عند عمر سنة هو الـ MMR اللي هو الإلزامي بنفوت شهر وبعدين إذا حبينا ندي تطعيم الجدري المائي زي ما اتفقنا أو ما حبيناش تمام؟ التطعيمات دي زي ما اتفقنا قلنا اسمها الثلاثي الفيروسي طيب الأطفال اللي عندهم ضعف في المناعة سواء بسبب أمراض يعني فيه أمراض بتتميز بضعف المناعة أو بسبب أدوية علاجية يعني مثلا زي ربنا يا عافي يا رب الجميع زي أدوية علاج السرطان مثلا بتدعف المناعة الأطفال دول مش المفروض ياخدوا التطعيم ضد الجديري المائي النقطة اللي عايز أقول بعد كده عنها هي إرسال الأطفال للحضانات وتحديدا عايز أتكلم عن الضمير ضمير الأمهات لازم الأمهات يكون عندهم ضمير ضمير في إيه؟ إنه لما يلاقوا أولادهم عينين ما يبعتهمش الحضانة لأن فيه بعض الأمهات للأسف الشديد أنا بقول كده هو للأسف الشديد ما عندهمش يعني الضمير بشكل محترم أو بشكل كافي بعض الأمهات يقوم الطفل يبقى عيان خلاص مش بس بقى أن الطفل ده مفروض أنه يريح في البيت وياخد علاج ويريح في البيت لا يقوم ويبعتوا الحضانة علشان مثلا منظومة اليوم أو منظومة الأسبوع ما تتهدش ده كلام غلط يا جماعة لأن الطفل ده غير أنه هو يعني بيتعب أكتر هو بيكون مصدر عدوى لعدد كبير جدا من الأطفال في الحضانة ونفس الكلام في المدارس على فكرة يعني مش بس في الحضانات النقطة اللي بعد كده بقول أنه في ضرورة أن الأمهات يقصوا أظافر الأطفال برفق على فكرة فيه في الصيدليات بيتباع مقصات خاصة للأطفال أو أصافة خاصة للأطفال وده عشان الهرش لأن في الجدير المائي الطفل بعايز يهرش جلده على طول فخلوا بالكوا أنه لو الضوافر دي مش مقصوصة بيعور نفسه لقدر الله كمان لازم نقيس حرارة الأطفال المصابين من مرتين لتلات مرات يوميا يعني خلال اليوم طوال فترة المرض برضو عايزة نبه حضراتكم أن فيه فروق مهمة جدا بين الجدير المائي والأرتكارية لأن الاتنين فيهم طفح جلدي وهم شبه بعض لكن فيه فوارق مهمة قوي خلوا بالكوا بقى منه الجدير المائي بيظهر على البطن والضهر أكتر يعني أكتر من الأطراف الأرتكارية العكس تظهر أكتر على مناطق الجسم المكشوفة زي الرقبة والإيدين والرجلين طيب إيه تاني من الفروقات الجدير المائي بيظهر في فروة الراس والأخشية المخاطية داخل الفم الأرتكارية لا تظهر أبدا في الأماكن دي إيه تاني الجدير المائي بيكون معارتفاع في درجة الحرارة الأرتكارية من غير درجة حرارة ما بقاش معارتفاع وأخيرا الجدير المائي يصب به الطفل مرة واحدة في عمره إنما الأطفال اللي عندهم أرتكارية الإصابة بتبقى متكررة في علاج الجدير المائي بيبقى ممنوع إن إحنا نستخدم الأسبرين وممنوع إن إحنا نستخدم الكورتيزون وممنوع يعني الأسبرين أو أي أدوية فيها مادة السالسلات لكن الأدوية اللي بتكون مستخدمها هي بتكون مخفضات الحرارة طبعا بإشراف طبي وفيه بعض الدول زي الولايات المتحدة مثلا ابتدوا يعملوا مركبات من دقيق الشفان دقيق الشفان بتاع الأكل ده ابتدوا يعملوا منه مركبات دوائية يتحطى على الجلد عشان يهدوا حالة الحكة أو الهرشة اللي بتبقى في الجلد تمام؟ كمان الكريمات بتاعت الجلد اللي هي من مضادات الهستامين بتستخدم فيه دواء مضادة على فكرة للفيروسات دواء محدد يعني مش كل الحالات بتحتاجه لكن شرط استخدامه بيبقى في أول 24 ساعة من ظهور الأعراض بس بيكون مفيد في الحالات اللي عندهم ربو شعبي أو إجزيمة أو في حالات الإصابة عند المراهقين هنكمل بقى دلوقتي الفقرة بتاعتنا ووصلنا دلوقتي للفقرة نمرة 3 وهي الفقرة الخدمية واللي كنا بدأناها الأسبوع اللي فات مع حضراتكم وعرضنا فيها حاجات عن بيت الشمس ومركز علاج المراهقين في مجمع الصحة النفسية للمرضى في العباسية وإحنا ماشيين بقى على هذا المنوال وبنقدم لحضراتكم في كل حلقة خدمات مهمة جدا وجايز تكونوا حضراتكم مش عارفين عنها حاجة أو مش عارفين تحصلوا عليها إزاي من ضمن الحاجات دي تقريرنا الخدمي في حلقة النهاردة عن هيئة الرعاية الصحية وهما الحقيقة 3 هيئات خاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وده مصطلح مهم جدا 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 طريقة التسجيل طريقة تسجيل المستشفيات حتى والمنشآت الطبية الاعتماد للجهات دي بيتم إزاي وعن طريق مين طب طريقة تسجيل الناس الناس بقى تسجل في المنظومة دي إزاي في التأمين الصحي دي إزاي وإيه المطلوب للتسجيل التأمين الصحي حلم حقيقي بيتحقق وتقريرنا الخدمي النهاردة من محافظة بورسعيد كان تأسيس القانون اللي صدر باسم رئيس الجمهورية وبعد إقراره من مجلس الشعب قانون 2 لنظام التأمين الصحي الشامل أسس لتلات هيئات هيقوموا على نظام التأمين الصحي الشامل كانت الهيئة الأولى هيئة التأمين الصحي الشامل المنوط بيها الصرف أو تقديم الاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمة الطبية من اشتراكات وغيره الهيئة الثانية هي الهيئة العامة للرعاية الصحية ودي اللي أنا بشغل فيها نايد مدير فرق الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد والهيئة الثالثة كانت الهيئة العامة للرقابة والاعتماد أو الاعتماد جودة الخدمات الصحية الخدمات الصحية التي توفرت في برسعيد أقدر أقول من وجهة نظر الشخصية طفرة في تقديم الخدمات نزال العمل على استمرار تطويرها واستمرار استحداث خدمات صحية بمختلف أنواعها في مجال التخصصات والمجالات المطلوبة نقدر نقول كافة التخصصات النادرة بدأ العمل من فترة على توفير الخدمات في التخصصات النادرة وعالية الندرة وبالفعل حقق نشاط كبير جدا ومازال العمل مستمر على توفير باق التخصصات زي زراعات الأعضاء الكبرى ودلوقتي بدأت تتوفر في محافظات أخرى تابعة الهيئة الرعاية الصحية فكرة من التأسيس لنظام صحي معتمد على معايير جودة ومعايير مكافحة عدوى على نطاق يتماشى مع المعايير العالمية الجهة المنوط بيها الرقاوة على خدمات الجودة الصحية أو الخدمات الصحية بمعايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى المطلوبة هي هيئة الاعتماد والرقابة الخطوات السابقة لده هو أنا بحتاج أن المنشأة دي تسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تقديم طلب للتسجيل مع هيئة الرقابة والاعتماد وبيتعامل زيارات ميدانية للمستشفى تبدأ تراجع اشتراطات المطلوبة للتسجيل اشتراطات مكافحة العدوى اشتراطات الجودة اشتراطات معايير الأمان وسلامة المرضى الخطوة التالية بتبقى اعتماد المنشأة بشروط الاعتماد الموضوعة من الهيئة المصرية للاعتماد والرقابة على الجودة الصحية وبتصدر شهادة الاعتماد بعد كده بالموافع على الاعتماد لمدة سنة أو لمدة سنتين أو لمدة ثلاث سنين وده الحد الأقصى تم انتقال تسجيل المرضى والمنتفعين لهيئة التأمين الصحي الشامل اللي هي نقدر نقول الهيئة القائمة على تمويل الخدمة والتأمين على المرضى بيتم التسجيل من خلال منافذ التسجيل الخاصة بيهم بالاشتراطات والضابط اللي هم وضعينها للتسجيل بعد التسجيل بيتم إضافة المريض والأسرة على مركز أو وحدة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئتين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وبيسجل المريض وبيتم فتح الملف الأسري بتاعه على الوحدة أو المركز اللي اتبع ليها محل إقامته أو على حسب الساعة المتاحة جوه المركز أو الوحدة لفتح الملف إحنا عندنا الإدارة بتنقسم لأكتر من قسم أول حاجة قسم الشكاوي بنستقبل الشكاوي عن طريق أكتر من قناة أول حاجة لتعامل المباشر مع المنتفعين تاني حاجة بنستقبل عن طريق شكاوي السوشيال ميديا لنا صفحة خاصة بينا رضا المنتفعين في المحافظة تالت حاجة فيه الهوت لاين بتاعنا بيستقبل شكاوي بـ 15-43-44 ده يعني بيستقبل شكاوي من المواطنين وبنتواصل معاهم لحلها رابع حاجة فيه شكاوي الاتصال السياسي وشكاوي البوابة الرسمية لمجلس الوزراء وبرضو بنتواصل معاهم وبنحمل على حل شكاوي تاني قسم عندنا قسم الاستبيانات الاستبيانات ده بنعمله يوميا في كل المنشآت بنعرف مدى رضا المنتفع اللي دخل المنشآة عن تجربته جوه المنشآة في كل الرحلة اللي هو عملها قسم اللي بعد كده قسم المجالس التنفيذية وده مجلس تنفيذي بيتعمل شهريا بينعقد عن طريق مدير المنشآة وجميع رؤساء الأقسام وبيحضر ممثل عن المرضى بيناقش الحاجات أو المعاوقات اللي هو شايف ممكن تكون واجهته أو واجهة الناس خلال الشهر ده وبيتحط زي إجراءات تصحيحية للمعاوقات دي القسم الأخير قسم الإحالة والتحولات الخارجية القسم ده احنا بنشرف فيه على تحويل المنتفع من وحدات الرعاية الأولية للرعاية السنوية والثلاثية تمام؟ وإنه هو أخد إجراءه بشكل صحيح ومفيش أي معاوقات بتقابله وكمال لو ما فيش الخدمة بتاعته مش متوفرة داخل مستشفى تهيئة الرعاية بيتعمله تحويل خارجي وبنتابع تحويله لمنشآة خارجية عشان يحصل على الخدمة بتاعته كاملة وما يبقاش فيه أي مشكلة بتقابله عشان يحصل على الخدمة الصحية كاملة رحلة العلاج بدأت عندنا هنا في مستشفى النصر من 2020 بداية 2020 أدهم الحالة تشخصت أنه هو ورم سرطاني بالعقد العصبية والحالة تشخصت برضه أنه هو هاي ريسك يعني مرحلة عالية الخطورة بدأنا جرعات العلاج جرعات العلاج كانت متوفرة أو البروتوكول بالنسبة ليه كان متوفر بعد كده كان فيه قالوا هندخل في بروتوكول تاني البروتوكول كان جرعات اسمها جرعات عيس فيه حاجات كانت متوفرة وفيه حاجات ما كانتش متوفرة طبعا ده مش بمزاج الدكاترة ولا صيادلة ولا أي حد خالص بصراحة يعني وهما كانوا على قد ما بيقدروا بيحاولوا جاهدين أن هما يوفروها لازم نبدأ أن نشتغل في الزرع الهيئة مشكورة مشكورة جدا اتحدد لنا مكان للزرع بس إحنا بصراحة كنا طلبين في مكان تاني وفرت لنا المكان اللي إحنا كنا طلبينه والحمد لله تعمل الزرع بعد كده طب هو محتاج إشعاع ويعتبر أول طفل يتعمله إشعاع في مستشفى النصر الهيئة في صراحة بالنسبة للزرع أنا ما دفعتش ما تكلفتش أي حاجة نهائي الزرع اللي هو الأول الزرع الثاني لسه إحنا ماشيين في إجراءاته بالنسبة للكيمو أنا ما دفعتش أي حاجة خالص سواء بيتعمل مسح زري بيتعمل علاج إشعاعي تحت ما دفعتش أي حاجة نهائي التحاليل في حاجات بتتعمل بره لأن هي ليها مكانها يعني إمكانياتها مش متوفرة بس ليها مكانها للأمانة إن هم بيتذكر في الهيئة إن ما إحنا ممكن نستردل في الوثل اللي إحنا لو أنا دفعت بره حاجة ممكن إن أنا أرجع قاعدها بس يعني بلا إن الموضوع مش مستاهل الحرام بيتدفع كتير صراحة العلاج غالي جدا أنا عارفة إن العلاج غالي جدا وبيتوفر فالهيئة بصراحة لا أنا بالنسبة للمديات أو بالنسبة لإن أنا بدفع أي حاجة تخصت أدهم لا نهائي بصراحة نهائي ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وبادئ زي بدئ كده بنشكر كل القائمين على المنظومة الرائعة اللي إحنا شفناها وبنشكر كمان فريق العمل اللي قدم لنا التقرير وتعبوا وسفروا ده واجبنا واجبهم والحقيقة ندي حاجة حلوة قوي إحنا سعداء قوي إحنا بنقدمها لحضراتكم وبندور في مصر كلها يعني هتلاقونا بنلف المحافظات كلها على كل الحاجات الإيجابية الخدمية اللي لازم الناس تعرف تستخدمها إزاي وتوصلها إزاي وبنبه حضراتكم إن في الأسبوع الجاي إن شاء الله هنستكمل الفقرة اللي إحنا شفناها دي يعني هنعلق بقى كمان يعني هنشوف بقى حاجات تانية بس هي عايزة أعلق بس بسرعة عن إدارة رضا المنتفعين الحقيقة إن المسمى ده يمكن يعني يمر مرور الكرام عند ناس كتيرة وهي الحقيقة إدارة رضا المنتفعين دي كمان فيه هيئات مقسمة ليها دور في كل هيئة وكيفية قياس درجة الرضا دي عند الناس الحقيقة إن ده يعني مرتبط عندي أنا بشكل شخصي بالكرامة يعني حاجة حلوة جدا اللي بتعمل ده إنه مش بس تقديم الخدمة لأ لكن كمان بقى فيه إدارات بتقيس درجة رضا متلقين الخدمة دول عن هذه الخدمة يعني بطريقة كده أبسط وأوضح هو مش الحكاية بس إن احنا بنقدم خدمة لأ ده كمان الآراء بتاعت الناس أو الفيدباك بتاعهم كنا دايما نسمع الكلام ده في الهيئات الأجنبية إنه الناس بتاخد فيدباك وإن الناس تقول ده إحنا عدلنا شيء فلاني عشان اكتشفنا إن الحاجة دي كانت فيها خطأ أو زودنا الشيء الفلاني عشان اكتشفنا كذا فهنا الحقيقة إنه وجود إدارة لقياس درجة الرضا عند الناس دي دلالة مهمة جدا دلالة إنسانية مهمة جدا الحقيقة وأنا واثق إنه في ناس كتيرة متصورين إنه إنه الأشياء تقاس فقط بما يعني يقدم أو بما يحصل عليه المستفيد أو المريض كذا لكن خلينا نقول الحكاية بطريقة تانية يعني إيه قيمة إنه نحصل على خدمة طبية مثلا في مستشفى ويبقى طاقم المستشفى دول بيعملوا المريض وحش أو بيعملوا المريض بتعالي أو ما بيشرحوا لوش إيه المطلوب عشان مثلا يعمل الإجراء ده أو عشان يخف أو ما إلى ذلك يبقى هنا الخدمة دي نقصة الخدمة الطبية دي نقصة وأخيرا يعني زي ما بقول كده يعني بجد كل تقدير لإدارة رضا المنتفعين والمنظومة الحقيقة كلها تمنيتنا بالشفاء العاجل والكامل للطفل الجميل أدهم محمد البربري اللي شفناه في التقرير والحقيقة الحاجات اللي هو أخدها يا ربنا يا ربي يعافيه ويعافيه كل اللي زيه سواء المسح الإشعاعي أو العلاج الكيمائي أو زرع العقد العصبية ومساعدته كمان في زرع النخاع الشوكي الإجراءات الطبية دي يا جماعة لا يمكن تتصوروا تكلفتها أو صعوبتها إلا يعني الناس اللي فيها اللي في المجال الطبي أولى قدر الله لتعرضوا ليها دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الجزء التالت والأخير من حلقتنا يحكى أنه ما زال متواصل معكم آخر جزء النهاردة معنا في الحلقة هو درس عملي ودرس عملي للمتابعنا يعني من الحلقة اللي فاتت إن احنا بنقول في كل حلقة زي معلومة كده بشكل عملي بتتعمل ازاي أنا بعمل كده عشان بطلع من جيبي حاجة كده هتفهموا إيه يا دلوقتي خلاص بطلع من جيبي البتاعة دي لأن الدرس العملي النهاردة عن التخلص من إفرازات الأنف والحلق عند الأطفال اللي هي البلغم يعني عند الأطفال في الشهور الأولى أول حاجة خالص عايزين نتكلم عنها سريعا هي البتاعة اللي في إيه دي دي اللي اسمها شفاطة الأنف أهي دي أهي شايفين أنا بعمل إزاي؟ بضغط عليها إزاي؟ ناس كتير قوي بيبقوا مش عارفين البتاعة دي بتستخدم إزاي؟ شفاطة الأنف دي المفروض أن أنا بحطها عند المناخير طب بعد كده بقى بضغط ولا بعمل إيه؟ الحقيقة الدرس العمل يبقى بتاع النهاردة هو إن إحنا الشفاطة الأنف دي بنجيبها بنحطها عند طرف المناخير على فكرة ما تدخلوهاش قوي ما تقسوش الموضوع عليكو أو علينا إحنا ككبار إن إحنا نقدر ندخل كده حاجة في مناخيرنا لا الأطفال مناخيرهم صغارة قوي فيدوبك كده عشان يعني خوفا من لقدر الله إنها تجرح الغشاء أو النسيج بتاع الجلد عند الطفل إحنا بنحطها عند طرف المناخير تمام؟ بس بنحطها وهي مقفولة يعني وإحنا ضغطين عليها فهمتوا قصدي؟ أهو أنا ضغط عليها وهو شايفين؟ بندخلها المناخير بتاعة الطفل ناحية ناحية طبعا وهي عند طرف المناخير بنروح سايبين السح يعني إنها عشان ترجع بقى دي بتروح ساحبة المخاط أو الإفراز من الأنف تمام؟ وبنكرر ده في الناحية التانية شوية كده تيبس أو ملاحظات عملية الطفل هيعاية؟ بيعاية كل أطفال بيعايةه في الحركة دي كل أطفال بيعايةه حاجة تانية لوحدها دي كفاية الإجابة لا لأنها لما بتشفط الإفرازات دي ما بتشفطهاش بشكل كامل هي بتخليك شايفاها فأنت هتحتاجي منزيل إنك تروحي برضو شايلها كده بترفق المنزيل لا لسه شوية هنرجع لسه هنرجع لسه تمام؟ عشان بس الزملائي ماسكين حاجة حاجة يعني خلاص؟ وضع بقى الطفل في لما بنحط له نقط الأنف فيه نقط أنف بنحطها وطبعا كل دي بقى شراف طبي ما بنعملاش من نفسنا فيه نقط أنف بتبقى حاجة اسمها محلول الملح وفيه بخاخات هنتكلم لسه عنه بس وضع النقط دي في أنف الطفل بتفرق فيها السن حسب الوضع بتاع الرأس رأس الطفل يعني هقول لكم في قصدي إيه ما إحنا في درس عملي لو الطفل ده تحت عمر سنة ونص بنخلي دماغ الطفل على جنب وإحنا بنحط له النقط تحت سنة ونص بنخلي دماغ الطفل على جنب وهو على جنب يعني زي ما أنا كده يعني بتخديه كده على حجرك وعلى جنبه بتبتدي تحطيله النقط تمام؟ ده لو تحت سنة ونص فوق السنة ونص لأ بيبقى هو في الوضع المستقيم العادي وبينقاط له في مناخيره عادي وزي ما اتفقنا النقط دي من الحاجات الفعالة قوي اللي بتساعد على التخلص منها الإفرازات كمان فيه مستحضرات طبية بخاخة الأنف بخاخة وعلى فكرة البخاخة دي هقول لكم حاجة غريبة قوي أجود أنواع البخاخات دي يعني فيه نوع كده مستورد وغالي جد أجود حاجة خالص بتكون عبارة عن ميت بحر مياه بحر بس معالجة يعني ومحطوطة في البخاخة دي لأن مياه البحر دي أكتر حاجة بتساعد على التخلص من الإفرازات طب بنعمل إزاي؟ نفس الحكاية على فكرة بتاعت النقط لو الطفل تحت سن سنة ونص بنقعده على حجرنا دماغه على الجنب وبنبخ في الناحية دي بخة وبخة البخة بتكون حوالي يعني بتاخد سانية أو سانيتين مرة تانية الطفل كده كده هيعيط ما تخافوش ومرة تانية ما تدخلوش البوز بتاع البخاخة دي قوي عشان ما يعورش الطفل ومرة تالتة البخاخة دي من ميت البحر ميت البحر يعني الناس يعني اللي بيسمعونا من المدن السحلية فاهمين قصدي كويس وهم بيعملوا حكاية دي لدرجة فيه ناس الكبار يعني فيه ناس كبار بيعملوها بيجيبوا حقنا كده أوليا السرينجا دي من غير السن ويجيبوا ميت البحر دي وحطوها كده في منخير طبعا إجراء مؤلم شوية بس هم عارفين ودي من التقوص يعني في المدن السحلية دايما إنها دي من أكتر الحاجات اللي بتساعد على التخلص من إفرازات الأنف أو الإفرازات اللي بتنزل بنسميها بوست نيزل اللي هي ما هي خلف الأنف طيب هل دي كل الطرق اللي بتخلينا نتخلص من الإفرازات أو نقاوم الإفرازات سواء في أنف الطفل أو الفم الإجابة لا فيه إجراءات تانية وفيه إجراءات قديم كده كان كويس قوي حاجة اسمها بخار الحمام كل الناس جدودنا يعني جدود الأطفال مش جدودنا جدود الأطفال عارفين دلوقتي حالا أنا بتكلم في إيه كانوا يقولوا إيه دايما الأمهات ربنا يا رب يدي العمر والصحة لكل الجيل من الجدود والجدات لما كان الطفل كده يخنفر شوية وتحسي كده أن بناخيره مليانة كانوا يقولوا لبناتهم بقى اللي متجاوزين إيه أو لولادهم يعني ويقولوا لمراتاتهم يقولوا إيه ادخلوا بيه الحمام شوية يشم كده البخار بتاع الحم يعني وهو وإنتوا بتحموه أو وإنتوا بتحموه الحكاية دي على قد ما هي مفيدة على قد ما هي لازم تتم بمحاذير كبيرة قوي والحقيقة أنا شخصيا لا أميل إليه هو إجراء سليم بس أنا لا أميل إليها ليه أولا علشان الهادر من المية ما هو إيه اللي بيحصل أن أنت بتعودي بتاخدي الطفل مثلا بتعودي جوها الحمام بتجيبي كرسي ولا حاجة بتعودي وبتخلي المية سخنة قوي اللي هي بتنزل من السخان سخنة جدا وتنزل على حاجة يعني ما تنزلش كده مباشر يعني لازم تنزل مثلا على حاجة أو يعني المية تخبط في حاجة عشان يطلع بخار هو كده كده هيطلع بخار يعني تمام بس الحقيقة أن ده هادر المية فيه هادر كبير قوي من المية فده الحقيقة أن الحاجات اللي قبل كده أمان وبتحقق نفس النتيجة إلا ما يكن أفضل تمام طيب تاني حاجة بتخوفني يعني الحاجة الأولية دي الحاجة حرمانية حتى يعني فيها حرام أن يبقى مية كده ماشية يعني بتقع من غير سبب يعني هادر مية يعني تاني حاجة خطيرة أن البخار ده ممكن يزيد قوي خلاص يعني ممكن الناس وهم قاعدين بيزيد قوي البخار ده حتى ده في الناس الكبار حمامات السونة والحاجات دي كلها بتبقى ليها محزير كبيرة جدا جدا فالحقيقة أنا بخاف لأن فيه ناس ممكن تستغرقها الأعدة في الحمام أو البخار يزيد فييجي الموضوع لقدر الله بالعكس فأنا عشان كده بقول رغم احترامي وشكري وتقديري لكل أهلين الكبار اللي بينصحوا النصيحة دي خلينا بقى احنا كأجيال جديدة ابعدوا شوية أنتوا عن النصيحة دي عشان تنفذها بشكل عملي زي ما سمعتوا كده عليه محزير كتير قوي نفس الحكاية بنفس المحزير فحاجة تانية كانوا زمان يقولوا ايه بنجيب حلة وبنحطها على البتجاز أو زمان قوي قوي بقى يقولوا على الوبور الجاز ويحطوا فيها سبغة بتتجاب من السيدلية أنا بتكلمكم على زمان قوي يعني كانوا أسات زيتنا احنا في كله الطب بيشرحوا لنا الحكاية دي ويحطوا السبغة دي على الميا وهي بتغلي ويخلوا الطفل يستنشق البخار نظريا نظريا ده إجراء طبي ولكن عمليا ده إجراء صعب جدا لأنه محفوف بالمخاطر فأرجوكوا بلاش هذا الأمر يبقى بلاش حكاية البخار كتير خلاص لو دقيقة كده ولا دقيقتين ماشي بتاع الحمام يعني يبقى أثناء الحمام كمان يعني وانت مثلا بتستحمى كده بسرعة أو بتتوضى أو بتغسلي وشك أو بتاع يعني لو فيه شوية بخار كده تمام إنما هو عشان يجيب نتيجة لازم الحقيقة يبقى فيه كمية بخار كبير فبلاش عشان هدر الماء زي ما قلنا وعشان الخطورة وبلاش حكاية حلل الحلل يتحط على النار والبخار دي تمام كده وأخيرا أحيانا بيلجأ الطبيب أنه يكتب لك على جلسات الاستنشاق بالبخار اللي هي النيبيولايزر أو الجهاز اللي هو بنحط فيه المركبات الدوائية ويتحط ماسك عشان الطفل يستنشقها ودي طبعا أحد الطرق المهمة جدا والفعالة جدا في التخلص من الإفرازات ولكن دي بنالجأ لها في الآخر أنا بكلم هنا كأطباء بنالجأ لها في الآخر مش زي ما بعض الأطباء بيعملوا خبط لازق كده يبتدوا بيها أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة واستفدتوا منها وزي ما بقول لكم ارجعوا للحلقة على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب تفرجوا عليها اكتبوا لنا تعليقاتكم شاركوا معنا بفاعلية وقولوا رأيكم في كل الأجزاء سواء في حلقة النهاردة أو في الحلقات الجاية إن شاء الله يحكى أننا متواصل مع حضراتكم وأنا بكون متواصل مع حضراتكم من السبت الاتنين وأنا إن شاء الله أشوفكم يوم السبت الجاي مع خالص تحياتي ترجمة نانسي قنقر